أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن اتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضتها الأجلاء ونظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستورة في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق جاء ذلك لإخلاء لقائه المستشار رب بوليس فاهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لأحكام الدستوري المصري والاتفاقيات الدولية النافذة